طبعا في النهاية هي تمنيات أعتقد أن هذه الخطوة لو تمت ستكون خطوة مهمة في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولكن هذا الطرح كان موجود في عام 47 طبعا في قرار التقسيم والطرفين في ذلك الوقت لم يوافق على إقامة هذا الحال ولكن أتمنى في القريب أن يتم ذلك ولكن أعتقد أن السلطة الفلسطينية من الممكن أن تكون بدأت في مسألة إعادة هيكلة النظام الفلسطيني من أجل التمهيد للتقدم بمسألة حل الدولتين ودعم أمريكا في هذا الإطار